موسيقى حقيكم مشاهدينا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بيروت اليوم بصرنا نستضيف اليوم النائب الشفريفي وصحافي والمحلل السياسي جوني منيار أهلا وسهلا فيكم ساعة النائب ريفي من ترابلوس أهلا وسهلا فيك بيروت اليوم رح نبدأ حلقتنا نحن خير يعطيك العافية أهلا بك عنا سلسلة مواضيع مهمة رح نترحها اليوم من ضمن ما جرى في مجلس النواب من مناقشة الهبة الأوروبية عمل اللجنة الخماسية بيروت وضع النزحين السوريين وطبعا الحرب في الجنوب خصوصا أنه كل هالمواضيع متدخلة ببعضها رح نبدأ بعمل اللجنة الخماسية استاذ أشرف من بعد ما أنهت كل لقاءاتها ومنائشاتها بلبنان مع كل الكتل والنواب يعني حقيقة اتضح للعالم أو هيك يعني حسينا أنه لا أفق جديدة بملف الرئاسي لا شك كان بيان الخماسية الأخير في إيجابيات إنما لحنا رحبنا فيه وبحذر حكما كنا بالشكل عم بحكي أنا بغير المضمون بشكل كنا مختلفين إذا طالوة حوار ولا تشاور نحن حكما كمعارضة لن نقبل ولم نقبل طالوة الحوار نهائية باعتبار نفرض سابقة بالممارسة بالممارسة مش بالنص كذلك الأمر وهو إزعان للسلاح للأمانة رفضنا طالوة الحوار نحن نقبل تشاور اليوم بالجلسة الأخيرة صار في تشاور بين بعض الكتل وتم التوافق عن سمعيني؟ نعم نعم عم بسمعك عم بقول أنه بيان الخماسية حكي عن مشاورات محدودة النطاق يعني بيان الخماسية حكما فتح البيب على حوار وعى تشاور أو مشاورات نحن أنا بتصور خلينا نطلب موقف أنا الشخصي كتشاور ما عندنا مانع أكيد وعملناها بمدائيا ويعمل مددنا لقائد الجيش وعملناها كذلك الأمر بجلسة الأخيرة أن مطاولة حوار حكما سنرفضة لأنه هي تشكل إزعان لسلاح حزب الله ولن نقبل أن نزعن لسلاح حزب الله نهائية الحقيقة هلأ لا شك حددوا مهلة زمنية آخر الشهر المفروض تعقد الجلسة في كلام أغلبيته إيجابي إنما لحنا بالمضمون معنا يعني معنا إذا بدك إطمئنان للمضمون أنه هذا سيترجم للفريق الآخر لأنه الفريق الآخر نعرف شو مشروعه نعرف شو استراتيجيته رابط كل الأمور لما بعد غزة وكذلك الأمر حيث من يكرر حكما عن حزب الله هو الإيراني لهلأ فتح قنوة أكيد اتصال غير مباشر مع الأمريكيين بعمان إن شاء الله تعطي نتيجة مبدئيا إنما لحنا حكما نرحب إنما بحزر ما كتير واسقين أنه ستحصل الجلسة بإخر الشهر نعم أستاذ جوني الخماسية قالت أنه دعت لتشاور محدود النطاق وقالت لتحديد لائحة تضم مرشحين وكأنه حصلت هالتشاور أنه حطوا أسماء يعني فقط على الأسماء هل هذا هو الجو مثل ما إجاب البيان؟ إيه بس وشي تحياتنا لأديك للاستاذ ريفي لللواء ريفي بالحقيقة إيه الأساس هو بالبيان إنه إبراز البداية مرحلة جديدة صيغة جديدة كلام جديد على كل حال البيان كان كلام جديد الاجتماع كله على بعضه يلي صار بعوكر ما تجاوز تلت ساعة فعليا لأنه البيان كان محضر كانوا مرتبين ومع بعضه رايحين لحتى يعطوه هلأ المهلة الزمنية هي مهلة حف إذا بدك ويعني مهلة داخلية وخارجية بالوقت زي وطاقات وداخلية وخارجية لازم نقدر نلاقي شيء قبل هذا النطاق أولاً بيقول إنه إنتوا سموا مش نحنا من سمي هلأ هيدا بس بيعكوس شي جديد قال أكتار إنه صار هيدا البيان أو هيدا المناخ جديد من بعد تطور جديد بالموقف الأمريكي وهو صحيح ومن بعد ما رجعت من برس سفيرة الأمريكية صحيح كمان ليزا جونسون بس جديد أكتر رح لك هلأ يلي بيأكد على إنه في مناخ أمريكي آخر مثلاً ما إلى جمعتين راجعة ليزا جونسون من سفرة ثلاث أسابيع على أمريكا حيث شافت المسؤولين مي واشنطن وهلأ جرس تدعاء عن جديد والظاهر رح ترجع تسافر قبل آخر الشهر كمان على واشنطن هيدا شو بتقول يعني ما إلى جمعتين هون هيدا شو بتقول بالتفسير ربما يكون في مؤتمر في برة للسفرة هني بيعملوا عدد مؤتمرات بس لكن أكيد يلي بعرفه كمان إنه في عندها لقاءات أو اجتماعات مع المسؤولين عنها عن الملف اللبناني ويعني بمختلف الأقصام إن كان بوزارة الخارجية أو حتى على مستوى الكونغرس شو بيعني؟ بيعني إنه هيدا عم بيقلك الأمريكي أصبح أكثر جدية الموقف الأمريكي يلي كان عندي إياه بالأول اللامبالي تقريبا كان البارد يلي كان اختلف كتير من شهره بالجه ترجم أكتر بالبيان يلي عم نقول يلي عم نحكي عنه وهلأ قلتلك بالروحة يلي بالروحة مطلحة أنت بالآخر عم تروحي على واشنطن وش عم تروحي على بلد قريب فإذا الروحة لهونيك بعد ظرف أسبوعين أو ثلاثة بس أنت موجودة في لبنان يوحي بالكثير نعم هناك تحرك أمريكي جدي أكثر في هذا الوقت لكنه ما يزال غير حاسمة حتى ما نخلط لم يعد باردا وفي الوقت نفسه ليس حاسما ولكنه بدينامية أو بزخم أكبر من السابق بتصريح لألك قلت أنه رح يكون في خطوات لاحقة خصوصا على مستوى لقاء مع الرئيس بري لقاء مفترض للخميسيين من أجل ماذا؟ يعني بلورت النقاشات؟ أنا فهمت أنه بدي أنه هني بيعرفوا إذا بدي أني عم بيشوفوا أنه ما يطرح أني أعذار وبالتالي بيعرفوا أنه هذه هي أعذار بس بيجعروا الأعذار باليلي عم يطيب بدكن تشاور أول رد على البيان إجا سلبة من السنق الشيعة عبر الرئيس بري ولو أنه بيقالي بإيجابة أنه هني حكيوا عن تشاور يعني طلع الجوابات أنه دورات عدة بجلسات عدة يعني يلي ما كانت كثير واضحة المؤشر الثاني على الرد السلبي من السنق الشيعة كان من خلال وسائل الألمية اللي محسوبة عليها أو حتى ألميين يعني يتأثرون بها كان بغري انتقدوا أو هجموا أو تجهلوا بشكل كامل هذا البيان ففهموا أنه بالشكل هني هذي مرفوضة رسلني بيعرفوا برجع بإليك أنه هذه أعذار شكلية ولكن بالوقت نفسه يدركون أنه الانطلاق باتجاه حل موضوع الرئاسي نقطة الانطلاق طبعه لما تنتهي رفع هني عم بيقولوا نحنا عم نصل بس بيعرفوا أنه هذا الفصل فعليا غير متأمن بهالوقت أنا بجهز ملفي لحتى بس أصله لازم أصله بفترة قريبة مش بعيدة هيدا اللي بدي أسأله لساعة نائب الشفريفة نحنا يعني مقتنعين جداً بلبنان أنه عمل الخمسية أو يعني ما تطمح إليه معرقل بسبب الحرب يعني الحرب في غزة وبسبب تداخل هذه الحرب مع الجبهة الجنوبية هل حزب الله يسعى إلى تعزيز موقفه بالرئاسة من خلال الحرب أم العكس أم هو يسعى إلى استدراج الداخل يعني الانتخاب صديق العزيز جوني نعم الانتخاب رئيس موالي لأله من أجل تعزيز موقفه العسكر موجهة تحية لصديق العزيز جوني لا شك تعودنا بال2006 مبدئيان حاول عمل يعني صار في الحرب مثل ما حكينا بال2006 حرب تموز حاول ترجمة أو ترجمة حسب الله بكل أسف بالداخل وهي استراتيجيته لأنه بنهي هذا مشروع يرغب الهيمنة على أغلب الدول العربية ضمن حلم إيراني ضمن أوهام إيرانية إذا بدك بإقامة الدولة الأمبراطورية الفارسية الكبرى يكون عندها وجود على البحر المتوسط عند التماث مباشر مع يعني العزيزة على الغرب هي إسرائيل بدت تحطها إذا بدك كلاعب إقليمي فاعل حقيقة متما أشار جوني أنه بنهي حكما هناك لحنا اليوم تلوعنا إذا بدك من الفريق الآخر دائما بدك ترجم الأمور بداخل لبناني إذا قاتل بسوريا بدك ترجمة بداخل لبنان إذا قاتل بالعراق وباليمن أو حاليا بالجنوب لحنا اليوم للأمانة إذا بدك حكما على المستوى الأقليمي شايفين رحين على منطقة مختلفة على منطقة جديدة مبدئيا أخر شيء على شرق أوسط جديد بهالمرحلة هاي حكما كان في منطق مثل ما قالوا الأمريكان أنه بنهي يجب أن يكون هناك حكما هاي المنظومة قائمة من رأسها إلى كل أعضاء يعني رأسها هو رئيس الجمهورية يجب أن يكون عنكم رئيس الجمهورية متما تفضل اليوم غبطة الباطرق أنه بنهي ما حدا بيفاوض أي دولة خارجية إلا بحزب دستورنا إلا رئيس الجمهورية مشانهي أنا بتصور قد يكون هاي تهيئة للمرحلة القادمة مشانهي تعطينا شوية أمل إنما منقلك أنه رحنا ملوعين من تجربنا مع حزب الله مع المشروع الإيراني لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار لا مصلحة لبنان ولا مصلحة لبنانيين ولا التعدد اللبنانيين يأخذ فقط إذا بدك أوامر الإيرانية بكل أسفل مشانك لحنا ينتابنا شعور بمعطيات جديدة توحي بأمل معين جديد إنما حكما التجربة كلها السابقة بتخلينا نكون حذرين تماما أن يسعى حزب الله لي ترجم جنوب بداخل حكما يجب أن نتوقع أنه يعمل المحاولة بس فين يذكروا لحزب الله أنه الواقع الداخلي لم يعد كما كان سابقا ما فيك الترجم حبيبي لن نقبل مهما كله في الأمر أن نكون حكما تحت رهانك وتحت قبطك وأن نسلمك البلد بالنهية نحن مؤتمنون من قبل شعبنا بالأماني أن نقيم دولة لبنانية تجمعنا مش نكون جزء من إيران وجزء وليئة إيرانية أو نخدر للمشروع الإيراني لو بدنا نصبت حقيقة 100 سنة أنا برأي اليوم حكما فيه كتلة نيابية مهمة جدا 31 بلق صلب مبدأيا بالمقابل عن حوالي 15 نائب إلى جاربنا بالطرحات مش معنى بشكل عضوي بس إلى جاربنا بالطرحات برأي فينا نعرقلك وصول أي مرشح لألك لن نعيد الخطأ استراتيجي الكبير أن نوصل حكما رئي جمهورية لحزب الله ليكون فعلا تحت عنوان حماية ظهر المقاومة رئي جمهورية مش هدفه ولا غايته ولا رسالته أنه يحمي ظهر المقاومة أو ظهر أي فريق لبناني أن يحمي ظهر لبنان ويحمي مصالح لبنان يعني كل اللبنانيين مش جزء من اللبنانيين حتى لو معك سلاح نعم سنصبت مهما كله في الأمر ساعة نائب حضرتك عم تحكي يعني عم تحسم وكأنه رئاسة الجمهورية أمر مهم جدا لحزب الله بالوقت اللي نحن نشوفه هو مرتاح جدا بغياب الرئيس لأنه هو أحد العناصر أبرز العناصر المفاوضين الآن بالملف اللبناني في مفاوضات غير مباشرة معه على كل المستويات إن كان بالرئاسة ولا بالحدود ولا بالحرب وبالتالي الوضع كما هو عليه اليوم يعني صمودكن ينفعوا لحزب الله بطريقة غير مباشرة لأنكن مع رفضكن لإنهاء ملف الرئاسة عم نحافظ على هذا الفراغ وبالطالي بهيدا الوقت حزب الله عم يحقق مكاسب كبيرة هو هيدا الأهم أنه فرض نفسه كمحاول أساسي أو مفاوض أساسي عن لبنان هل تعتبر أنه هذا الصمود أو تمسكن بعدم انتخاب رئيس يميل إلى حزب الله سيعزز موقف حزب الله في الداخل والخارج جربنا ست سنين السابقة تحت عنوان إذن كمصلحة البلد والواقعية سلمنا البلد برئيس جمهورية حكما للمشروع الآخر وشفنا هو الوصل البلد انهيار كامل القطاع الطبي اللي كانوا نفاخر فيه شبه انهيار القطاع الجامعي كذلك الأمر الاقتصاد الحدث والحراج لعمل كذلك الأمر ما بيأشي بالبلد تماما في حياة لا شك إذا بدك يتمنى هو يخذ البلد مع رئيس جمهورية لا قلو تماما على الأقل اللي احنا منمنع عنه انه يكون يأخذ رأس الدولة مهما كلف الأمر انه بالنهاية اذا اخذ الجسم كله سوى مع رأسه انا برأيي حكما يبسرح حبيم رحمة بعض يقيم اعتبار لشي للأمانة خلينا نكون بالفراغ افضل حقيقة جربنا اذا بدك تحت عنواننا الواقعية الست سنين الماضين وشفنا يا محلمة قبل العهد السابق حتى ما نسمي اسماء اليوم حكما لن نخضع اذا بدك لمنطق انه بالنهاية لا سلموا رئيسة الجمهورية لانه ما حد رؤيتوا تعملوا شي بهالبعنى هذا لانه له مصلحة بالفراغ لا له مصلحة هي يخد جمهورية كلها سوى ولو فراغ بالرأس مبدئيا على أمل حكما نمد اذا بدك الفراغ لمحل تاني او نرفع يده عن رئيسة الحكومة وهون اللبنانيين كلهم بيعرفوا تماما ما في غير بالعصر الايراني فقط حتى ما اقول الشيع من هو الشيعي معركتنا مع المشروع الايراني مش مع الشيعة الشيعة هون وكون اللبناني اللون كل احترام عنا وكل مكانة عنا مبدئيا مشان هيك بالعصر الايراني فقط صار الانتخاب رئي جمهورية اللي لا يحصل بوقت وبيتأخر سنتين ونص ولا عبالون بيتأخر سبتشور ولا عبالون بيتأخر هلا الله ولا عبالون الحكومات لم تعد تشكل بوقتها تماما اليوم دستورنا بكل وضوح عطى شهرين ما قبل انتهاء ولاية الرئيس وكل مرة كنا ننتخل برئي جمهورية ما قبل الشهرين يعني قبل مسير فراغ مبدئيا الا بالعصر الايراني فقط لا ايام المارونية السياسية شفناها ولا ايام بين اليلان السنية السياسية شفناها ما شفناها غير فقط لغير بالعصر الايراني فقط لغير حكما هذا هذا مشروع بيهمه فقط مصالح ايران لا يحترم الشراكة الوطنية لا يحترم التعددية اللبنانية لا يحترم الشريك الاخر نهائيا بيقتلوا رفيق الحريري بيصير قديس القاتل بحبيبي اي وطن اذا كتبني انا وياك اذا بيها العقلية هاي الحياة شاناك حكما سنصمد انا برأيي مش بالمنطق اللي تفضلتي فيه اكيد هذا حقك تسألي السؤال انما لحنا المنطق اخر شي كل شي فينا نرفع اليد الايرانية عنهم يكون حققنا يعني حققنا النتيجة لصالح الوطن وما حدا بيحرر وطن وفرد نهار نائيا كل دول اللي تدفع اذا بيك دماء وبتاخد وقت لحتى حرر اوطانها ولحنا حكما سنصبت بالنهاية نحن مؤتمنين حتى من الناخبين ان لا نكون جزء ان لا نكون ولاية ايرانية او جزء مشروع الايراني ناسنا تعودوا يعيشوا بغير النمط الايراني ولد كانوا اذا بدك سقوق الغفران هلأ صرت نسمع مفتاح الجنة كذلك الامر حين حبيبي عيشوا بالواقع تماما الكنيسة اذا بدك بالقرون الوسطى يوم متى كانت الناس متخلفين اقنعتوا انه والله انه في اذا بدك سقوق الغفران اليوم حبيبي اللي حنب بالعصر الوحدة وعشرين شو بتقل لي مفتاح الجنة لاش انت بتعطي مفتاح الجنة انت محر ربنا سبحانه وتعالى من يكون تقي ويخدم اذا بدك شعار الالهية انا بري ربنا يعطيه على الجنة مبدئيا حسب ادياننا مش مشروع الايراني اذا بدك فوض حاله يكون محل الاله لا يقولوا ان انا بفتاح الجنة وشارك تفضل موت لحتى تروع على الجنة مبدئيا هذا منطل حقيقة برجعنا للقرون الوسطى مشاناك انا برأي بده يعرف حزب الله نحن شراكاء اساسين بهذا الوطن ما فيك تاخذي محل ما بدك لانه انت معك سلاحك مبدئيا يا ما فيه ناس غربة فئات معه سلاحهم مبدئيا واخر شيء بيقلب الدولاب ما بيبقى لحدا ربنا الوحيد بيبقى على حاله كله بيتغير الحياة انت اليوم اقوى مني بسلاح بس انا اقوى منك بإرادتي الوطنية وبتطلعاتي الوطنية ما رح اخليك لن اخضع لمشروعك مهما كله في الامر بفعالية بفعالية في موقفه على طاولة المناقشات الاقليمية وكذلك لابرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان ماذا لو لم ننتخب رئيس عندما تحين هذه الثاعة يعني احنا منعرف بيصير في مومنتوم لتنعائد الاتفاقيات وترثيم الحدود في حال حصل كل هذا التدبير الاقيمي ونحنا بعد ما انتخبنا رئيس من حيحكي عن لبنان حزب الله ما بفتكر انه هلقد المسألة يعني متخلة عنها او ساعتها بيكون في قرار انه لبنان ما يكون في رئيس ويكون في غير لبنان وهذا الشي مش صحيح في حركة في حركة كبرى عم تصير بالمنطقة يعني الاكسيوس يلي حكيته عن المفاوضات الامريكية الايرانية ويلي نذكر فيها كما سرب انه تناولت حلفاء او ما بعد كيف سمتهم حلفاء ايران او السواعد ايران او هار سمتهم بس يعني في المنطقة يعني هاي للمرة الاولى يجري تطرق القول ايران كان تلف تقول بالسابق انه نحنا الامريكيان عم مفاوض معه بس عن النووي هاي المرة الاولى ويلي عم يطلع الخبر ويلي البعث الايراني بالامر المتحدة اكدت الخبر ما نفيته يعني فازا نحكى عن مزدوجان اذرع ايران في المنطقة طبعا بطليقتهم بدون يكون الموضوع اللبناني يعني حزب الله واش عم يحكمون عن حزب الله فقط في الموضوع الجنوب لكن ايضا في الموضوع الرئاسي ويلي كنا عم نقوله من شوي الاهتمام الامريكي فيه اثنين انت عم بتشوفي ترجعي يعني التفاهم للمرة الاولى او تقاطع امريكي مع اسرائيل من اجل موضوع عملية رفح يلي رح تكون محدودة وهي هاي نقطة الانطلاق يلي كلهم بيعرفوا لانه ربطوا لكل حالو فيها بالتالي بس تنتهي يعني او بس يوقف اطلاق النار في رفح بتكون انطلقتي على الملفة التانية اللي عم بيصير بلبنان عنديك الملف الجنوبي ما بدي قطعك بس اليوم في اصوات داخل اسرائيل تقول وزير المالية الاسرائيلي اليوم قال نحنا نقترب جدا من الحرب مع حزب الله وبالتالي قد يكون بعد رفح دور لبنان حكي هذا ضمن التهويل ورفع السقو فيه يقلك انا الكلام يلي قالوا اامو سوكسين لما كان باحتفال التاسك فورس في لبنان يلي عملوه من حوالي الجمعة يلي قال هونيك بالليلتقيه اامو سوكسين ابدى تفائله وابدى ايجابية لنظرته نحو الموضوع في لبنان وجنوب لبنان وحكي اكتر عن موضوع الكهرباء والموضوع لقدام ويعدد تطريب لبنان ما انه حالي عمل اتفاق البحري على تواصل دائم مع حزب الله من خلال رئيس نبيه بالري على تفاوض دائم بيقولوا انه حضروا كامل المسودة او الورقة او بتسميه ما بعرف كيف بتسميه يعني بروفورما يمكن هاي دي من شان يتفوه لها يلقديم بالتالي هاي دي بتعطيكي انتباع ايجابي الاقل على لسانه لقاموس هوكسين شو بدي بالكلام يلي طلع اليوم او اللي عم بطلع على جند انه ما صار في تفاهم الواضح من كلامه من موقفه من طريقة اعلانه انه في شي وواضح كمان انه انا براي الفريق الشياء مرتاح بو قالنا كان قطش من زمان كان مزعوج شوية من ورقة فرنسية هلا عم بسمع اليوم عم بيقولوا انه مزعوج كمان بالموضوع الامريكي لانه بعد محان الوقت التايمينج يلي بدون ايه تايمينج الاعلان عن هاي من بعد وطلع النار بيرفع بس الى جانب هاي يجري التحضير لالانتخابات ملف الانتخابات الرئاسية وهذا اللي عم تعمل الخميسية وهذا النفس الجديد يلي فاته فيه الامريكان بموضوع اللجنية حتى السفرة يلي موجودين بيقولوا انه النفس الامريكي او اسلوب اللي بلشت فيه جونسون تغير كتير عن الاول ومشاناك برجع بقولك انه انا شو بستنتج لما بيكون بعضها واسطة ومعن يرجعوا يبعطوا وراءها لبرة بهذه المرحلة بالذات ضيفي عليا كمان اذا بديك القطر الدعوات يلي عم تعملوا لانا عندها طبعا مش انه مستحلة هلأ لانه هلأ التقص من الارض سريد دعوات يلي معمول طريق التعاطي وبالموضوع التشاور والموضوع الرئاسي كمان هيدا بيقلك انه يعني طبعا هذه الدعوة بتعرفي قطر هي على قربة مع الامريكيين يعني قديش رايحين انه فيه اشياء ترتبت او عن تترتب على المستوى الكواليس هلأ بتقليلي طب البيان اللي بتطيع هونه يلي كان مختلف حتى ولو عبر البعض قلتلك ليانه رفض لانه توقيت بعد محان او لانه بدك بدون يعملوا ديل على الموضوع الرئاسي بس بغض النظر الاسلوب تبع البيان جديد الزخم تبعه عم بيقولوا انه انا مستمر بالزخم والواضح انه في عندهم طريقة عمل لقدام برأيي اول خطوة رح يعملوها رح يتواصلوا مع الرئيس بره منطقي بس بعد ما حسيمت اللي فأنته انا انه يمكن اول تواصل رح بيصير مع كتلة الاعتدال واللقاء معها وهي كتلة الاعتدال هي بتتولى انه تتولى انت وانه نحن اللي عم نعمل بما معناه وهيدا ظاهر او ظاهر الحركة انه نحن عم نعمل يلي علينا انه انتو انتو بتنقل اسامة اليها اسم ما بعرف شو تروحوا ليا بس هن يدركون منذ الان ان هذا المسار لن يؤدي وبالتالي سيجري تملص منه لانه يعني مسألة تانية واحدة الى علاقة بالطايمين تبع رفح والتانية الى علاقة ترتيبات مع حزب الله ساعة تانية يا بار شفيفة انتلاقنا من الحكة اللي تفضل فيه استاذ جوني اللجنة الخماسية يعني في من يتولى امر حزب الله بالتشاور بالنسبة للرئاسة ولا شك انه قد يكون اقناع حزب الله هو بيكون بامور العلاقة بالعسكر بوجوده بلبنان ما بعرف ربما بيوصلوا لاي اتفاق معين ولكن من نسبة للمعارضة لالكن ساعة النائب شو هو هامش الاقناع اللي بيقدروا يمرسوه معكن الافريقاء اللي عم يتعاطوا بالملف الرئاسي هل انتم مساكين باسماء معينة ولا منفتحين الى اسماء اخرى شو ما طالبكم حزب الله عارفين شو ما طالبوا ولكن شو ما طالب هذه المعارضة لتكون لينة اكتر زفينة نقول او توصل لنص الطريق من اجل الانتخاب الرئيس العنوان العريض حكما لحنا استعادة الدولة ونطبق الدستور ونقيم الدولة نكون امنين فيها على ولادنا هاي بكل بساطة ببداي مشاناك لحنا نطالب وفقنا على مواصفات الرئيس وفقا للوسيقى العربية اللي اكرت بالخليج العربي اللي فعلا تلبي هاي المطالب ببداي خلنا نروح الترجمة على الاسماء للامانة حتى مش عم نحكي مع جمهور إذا بدك إلا جمهور واعي وعاقل وبيفهم سياسي الحقيقة نحنا الأول ما بيادرنا كمرشحنا مش هالمعوض خضنا كذا جولة بمش هالمعوض مبدايين وصرنا لحدود 49 صوت ما أكتر من هيك ثم توفقنا بعدين كمعارضة مع التيار الوطني الحر على جهد أزعور جبنا 59 بالوقت اللي مرشح حزب الله جاي بالـ 51 وبدو يقنع للعالم والناس كلها سواء إنه 51 أهم من 59 لوكي خي حتى بالأعداد إذا بدك بدك تتزاكي هذا عدد مش إنه ولو وجهة نظر مبدايين بالمقابل خلينا نكون واقعيين مبدايين إخر شي نعم نحنا مبدايين أنا عم سوى الشخصية حتى ما أقول عم بحكي باسم الآخرين بدنا شخصية فعلا إذا بدك إذا استلم رئيسة الجمهورية أنه قيم جمهورية بدنا حدا بشباه فؤاد شاد بشباه نسيب الحود حدا إذا بدك مستقيم إصلاحي إنقاذي مثل مين وطني لبناني وزو شخصية قادرة على إقامة الدولة مش شخصية إذا بدك كتير آدمي بس شخصية ضعيفة هذا اللي بده يا حزب الله لا بدنا كتير آدمي وكتير وطني بس شخصية كمان كتير يعني شخصية تقدم تقيم الدولة يعني مناخد صورة متبق انت لك حياة سميت صورة فؤاد شهاد صورة نسيب الحود هيك أشخاص تقيم الدولة مش إنه ولا بالنهاية هموا مصالحه وسواء كان مصالح بالمواقع بالمراكز أو بالمغانم مثل ما شفنا بالعهد السابق مبدئيا وراح البلد كذلك الأمر كمان ترجمة أكثر مبدئيا أنا بقول ها مشي أنا شخصيا وقد يكون الأغلبية حتى ما أحكي بإسم الكلب ها مشي ما بين مشال معوض وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون للأماني اللي انطلقنا إذا بدك نحن جيل إذا بدك كزباط ما نعرف بعضنا بالحربية حتى عرفت عليها مؤخرا في فرق 19 سنين بينه وبينه ما لتأت أنا ويا بالخدمة أنا ببني إذا براقب أداءه أنا برأيه وقت اللي بيسلك بمؤسسة أكبر مؤسسة بلبنان كأنه عم يمشي بين إذا حقق الألغام مش حقل إذا بدك الماء حق الألغام وبيقطع بهدوء شوي شوي وبيعمل تحول بمؤسسة من إذا بدك حكما زبائنية لمؤسسة وطنية أنا برأيه ثم بعدين بحضور الهادئ والمستقيم والنزيه أنا برأيه بدنا هيك أشخاص كذلك برجع بإليك حقيقة أنا هامشي شخصيا ما بين ميشيل معوض وبين جوزيف عون ومش معنات أنه ما في غيرهم تماما بس نقول لنا نعم عنا إذا بدك يعني مجتمع ولاد في خامات كبرى بس اليوم ما بفينا نجيب ميكروسكوب ونفتش أنه والله في حدا ما بده يفوت على معمها وفي حدا بده يفوت على معمها برجع بإليك اليوم إذا بدك لحنا منطقة كلها سوافتت بحروب حاليا وحروب إذا بدك هالأد شرسة وهالأد مدمرة حروب كبرى مبدئيا في على الأقل مرحلة 3-4 سنين لتطلع إذا بدك من البعد يعني تأثيرات الحروب تأثيرات العسكرية تماما هاي بتعطي أفضلية حكما لقائد الجيش لأنه بالنهاية في حدا بده يعرف يتعامل مع كل إذا بدك بقايا المرحلة العسكرية اللي هي لهلأ إذا بدك بعد موقفة مبدئيا وفي تدمير هائل سواء بجنوب لبنان أو بغزة أو بفلسطين كذلك الأمر حياة مشان هيك حكما أنا برقي في أكتر من حاجة لحدا يكون عنده خبرة عسكرية في أكتر من حاجة لحنا كلبنانيين لإنسان وطني لبناني نزيه إصلاحي حكما وإنقاذي وبرجع بإليك زو شخصية على الأقل إذا قعد على الكرسي بيعرفي عبي لا الكرسي بيقول فعلا الحقيقة لأنه حتى إذا بدك بغير عكس ما قيل رئيس الجمهورية وفقا للدستور هو حكما إذا بدك بده يكون يحافظ على الدستور يحافظ على الجمهورية مش أنه والله همه الوحيد أنه ما يطعن ظهر حزب الله ولا يحمينا لحنا الحقيقة مش لا يحميك لألك أنت لأنه عندك سلاح إيراني لحنا هل أنت رح أسم قائد الجيش بلقاءاتكم مع اللجنة الخماسية لألك ساعة نائب أنا يعني عم بسط للناس مبدئيا أنه لحنا حكما عنا ترجمات إذا بدك أنا عم بحكي هلأ باسمي الشخصي عنا ترجمات إذا بدك المواصفات اللي حكيناها من يشبه مشال معوض من يشبه جوزيف عون من نقبل فيه أكيد بس أنه بالنهاية جبيل واحد آدمي وضعيف أنا برأي يكون دمية إذا بدك مطمئة مصيرها بلوقت لحاضر الحقيقة لا أنا ما ببقى لفي الحقيقة يعني كمان قوة الشخصية وقوة الحضور إذا بدك الوعي السياسي والوعي الوطني أنا برأي مطلوب حكما إضافة حكما للنزاهة والإصلاح حكما لأنه بالنهاية بدنا نبني وطن اللي احنا لحنا ولاد مؤسسات وطنية منعرف كيف تبنى الأوطان منتابع دورات أركان بأغلب دول العالم نشوف كي بنوا وأوطانهم ولكننا نقول والله أنه فيه فصيل لبناني مسلح خارج إطار الدولة ما يصدقونا أنه هل يعقل أنه واحد مسلح بيفردراته على كل اللبنانيين حتى أدركوا أنه فعلا اللي عم نحكيه مش خيال مش أوهام أنه اللي عم نحكيه صح مبدئيا اللي هو فعلا يناقض الطبيعة ويناقض كل شيء نعم نحن مؤتمنون من ناخبينا حتى من أولادنا أنه قيم دولة بكلمة عندنا الكلمة إخر شي بديفوت عبيتي أنا شوف ابني وبنتي شو بتقلي مبدئيا تركتلي وطن ولا تركتلي مزرعة مبدئيا بكل أسف الحقيقة كان في تطورات بالمنطقة حولت الوطن إذا بدك حكما لرهينة بين إيدان المشروع الإيراني أنا برأيي بتصور إن شاء الله لحنا على أبوي بمرحلة ينتهي الدور الإيراني على الأقل بأزرعه لإقامة إذا بك شرق الأوسط الجديد وأنا بتصور حقيقة بقول لكل لبنانيين بكراكتي إذا بدك بالماكرو مش بالميكرو بكراكتي تماما آخر شي كان مطلوب فوضى خلاقة اختير الإيراني يكون أداة الفوضى ارتضى إذا بدك لحاله هذا الدور القذر وسيدفع تابنه تاريخيا اليوم انتهى دوره أنا برأيي لإقامة شرق أوسط جديد على حزب الله وعلى إذا بكيادات حزب الله أن تعيد كراءة حكما للمرحلة يعني مثل ما حدا بيكلف حدا بدوره معين بتوهم أنه دوره مفتوح للأبد مبدئيا بيبني شيء أوهام مبدئيا أنا بتصور حتى انتهى دورك وقول لللبنانيين نعم لحنا بواب مرحلة أن نقيم وطن ولا نقبل إلا أن نقيم وطن مبدئي ولا نقبل إلا رأي جمهورية فعلا أهل لأنه يقيم دولة بكل معنى الكلمة استاذ جني حسيتك بدأت اهتمام لما قعد النائب بريفي طرح اسم قائد الجيش أنه من الأسماء اللي قد تكون الأكثر يعني مناسبة الأكثر لهذه المرحلة هل اللجنة الخماسية بإطار الحديث عن قائد الجيش مرة جديدة وهذا ما يفسر سفره لا طريقة أولا أنا أبدأت اهتمامي أنه الكتلة يعني عم بيحكي بإسم الشخص وبعتقد بإسم زملائه بالكتلة وهذا شي جديد بالتسنيات يعني شي جديد عن مستوى المجلس النيابي اثنين الطريق التعاطي الدولي مع قائد الجيش بتنم على إشي كتير رغم أنه برأيي لحد هلأ من حكى معه بالإطار مباشر بتعاطي معهم بعد ما سافر بباريز يلي صار باجتماع بباريز كان يعني بيحمل معين كتير بالشكل عمول بالمضمون صار ما بقى سر بتعرفي كانوا موجودين كلهم لو أنه يومتا لودريان ومع الرئيس ماكرون يومتا قالوا أنه حزيران في شي جدي متفاهمين نحن مع الأمريكان حول الموضوع الرئاسي في لبنان وبالتالي حزيران مفصل اللفظوا شهد حزيران يلي هلأ الأمريكان يقولون حزيران تموز يعني ربما تكون هاي دي هي كان التعاطي معه كان لفت أنه كان فيك تعاطي معه مع القائد الجيش يحضر مش بالضرورة لما بيكون الموعد مع رئيس الحكومي مثل كأنه فطعلت كله بعد برجع بشدد التوقيت مهم من بعد التفاهم الأمريكي الفرنسي حول الموضوع كيفية تقاصم الملفات وكيفية التعاطيم مع الملفات اللبنانية تحديداً ملف الجنوب وملف رئاسة الجمهورية اللي لودريان له علاقة فيه اثنين بارح بقطر كمان زهبوا وانا يعني أوسمعت أو هيك وصلي أو تأجي يعني تأكدت من المصادر المعنية أنه وانحكم معه ما صار فيه كلام خارج الإطار العسكري أو الدعم تبع الجيش لكن كان بيقدر تكون هيدا باللقاء بينه بين رئيس الأركان وهيك بتكون عادة وإذا بدك تكرم زيادة وهذا وزير الدفاع أما أنك تبلش من خلال تاني شخصية بقطر يلي هو رئيس الحكومة وبنفس الوقت وزير الخارجية وتبلش سلسلة اللقاءات فيه عمقول بالشكل أنا كصحافة بتحملني أنه أحمل بتصير ليفتي أكتر أكيد عن الدلالات أكبر حتى أيضا التعاطي بموضوع الاهتمام برجع بقول هون خلينا نروح أكتر المرحلة اللي جاية هي مرحلة مختلفة نحنا ما بأسر أنه هذه المنطقة يجري ترتيبة من أجل إعادة رسمة رسم خارطة نفوذة السياسية وبالتالي هيدا الاجتماعات مع إيران اللي عملك عنه تسريب أنه حكينا بأدرع إيران أو كما نقل الخبر أو حلفاء إيران يعني هو نوع من تفاهم حول كيفية الخارطة السياسية بتكون يعني طبيعي يحكيوا عن الموضوع اللبناني هون برجع بقول مثل ما نبين للبنان أولا الاهتمام هل قد بالجيش جيش كجيش الدوري اللي جاي لأله لقدام الجيش وشناك لما كنا نقول بالسابق أنه المرحلة المقبلة هي مرحلة الجيش اللبناني هي مرحلة الجيش اللبناني ليس فقط في الجنوب لكن أيضا في الداخل اللبناني ثلاثة الصورة اللي بدي كيها مشين هيك هون بيجي الرئيس هالمرة انتخاب الرئيس مش مفاضلة من ضمن خانة واحدة مش مفاضلة من ضمن ظرف واحد أو عنوان واحد إنما اليوم عم تحكي عن اختيار خانات أو عن اختيار اتجاه لقدام وبالتالي الذهاب باتجاه أنه يكون لبنان خارج الاستفافات ويلي مبين أنه في شد دولي أو في قرار دولي في هذا المجال هذا بيعطي معنى آخر لموضوع رئاسة الجمهورية وإذا بدك مثل ما نبين لهلأ بياخد باتجاه أنك يعني تجمع ما بين البعد عن الاستفافات بس بالوقت زيته إعادة ترتيب وتركيب الساحة ولو بقبضة أمنية يعني لأنه البلد مفرفض كله عم نشوفه كل لحظة والوضع بالجنوب يستاهل بالآخر المؤتمر يلي عمل بروما ويلي حتى عم يحكو فيه بباريس بروما مليار دولار بيكلف مليار ما في حدا فاضي يعطيكي مليار دولار هلأ لهم المسألة العلاقة بترتيبه بمسار الأدام وهذا بيعطيكي فكرة أنه فإذا لبنان كيف بيكون أدام وظيفته يلي بدي لقيها من خلال رئيس الجمهورية أي رئيس جمهورية من شان يعطيني هذه الوظيفة التي أريدها هي هاي النقطة الأساس من شان هيك لما كتابولها ما رح أسألك عن العقبات الداخلية لانتخاب في حال يعني كانت توافق على قائد الجيش لأنه كل رئيس جمهورية بده يجي بده التلتين شيليا ما عزراً وبيعتذروا وهذا غبي وسطحي وما بيفهم بالوضع اللبناني وعايش بالمريخ يلي بيعطيق 65 ناية بجيبه رئيس جمهورية إن لما كان البلد عنا بلد ولما كنا نحنا بالجمهورية الأولى ولما كان في عندي تركيب تاني ووضع تاني لما نجي رئيس جمهورية فرق صوت يلي كان سلاميه في رجل سنة السبعين شفتي موافتنا على الثلاثة وسبعين أو على الخمسة وسبعين هاي دي ومتى مستحيل تقدر تروحي على رئيس جمهورية خارج إطار التلتين لا مش بالضرورة التلتين تلتين يعني فوق التمانين صوت لحتى يترجم تأمله حتى يكون يعني إذا عم نقول نحنا إذا نص زيد واحد يعني إما حزب الله أو إيران هزموا السعوديين وهونيكم ما عندك ولا ليرة ساعتها ولا عندك استقرار وبلد تتاخدين فرفة مية شأفة أو إنه السعوديين وحلفاء هزموا حزب الله وبالتالي بتاخدي البلد على توترات أمنية كل نصيعة مش كل ساعة كل نصيعة بل حالتين ما فيك تاخدي البلد لذلك بد يكون في عندك رئيس جمهورية مبنية على توافق طبعا بتزلل أو بيشتغل تحت اتفاق كبير واسع دولة عمل أو عم ينعمل أو عم يترتب مع إيران ما حزب الله أنا ما بعرف بس إنه تحت هذا الاتفاق الكبير بتقدر تاخديه مع رئيس جمهورية واضح كيف تكون وظيفته ورسالته بتقدر تاخدي البلد وتسلك فيه باتجاه آخر استاذ أشرف يعني كمان بإطارة رئاسة مطلبكن إذا فينا نقول واضح وصريح مثل ما حضرتك قلت استعادة الدولة بدكن رئيس لاستعادة الدولة ما الذي برأيك بتلتقوا بالكل يعني إن كان بالمباشر أو بتعرفوا الأجراء ما الذي قد يقنع حزب الله بالعودة سياسيا إلى الساحة الداخلية تتوصلوا على نقطة تلاقي يعني شو المكاسب اللي نطرح حزب الله من اشتراكه بالحرب من تعطيل الرئاسة من طرح نفسه مفاوض أساسي على طاولة المفاوضات مع الدول الكبرى إلى جانب إيران شو مطلب الأساسي داخلي يعني إذا أعطاكن الرئاسة شو طالب بالمقابل قبل ما تجاوبك عن نقطة خلي نضيف اللي تفضل في صديقنا جوني خلي نذكر الأجراء اللي ما عاشت 58 تمامها بال58 كان في صورة داخلية أكيد كان ظروف مختلفة عن الظروف الحالية مبدئيا والبلد تقريبا تشلع والبلد تقريبا قسم على بعض البعض مبدئيا جيء بفؤاد الشاب يعني نعطى حكومة انتقالية بالسنة الـ 58 أبدأ إيجابية عالية جدا جدا ثم بعدين جيء فيه حتى يرجع لم البلد يقيم مؤسساته ولم البلد أقام مؤسساته الحقيقة لحنا بظرف حاليا مشابه تماما ب58 أكيد مع فوارق معينة فوارق الزمن مبدئيا إخر شيء إنما تقريبا في كتير قواص مشتركة لما نعيشوا اليوم عاشوا آباءنا سنة الـ 58 كنا بعضنا أطفال لحنا مبدئيا واليوم لحنا حكما بظرف مماثل تماما شاناك أنا بقول الأنسب لهذه المرحلة هو أن يأتي قائد جيش خاصة أنه مواصفاته حكما بتشبه مواصفة قائد جيش هو رجل مؤسسات مستقيم نضيف ما حدا في غبر عن استقامته نزيته وبالمقابل الحقيقة جرب متما جرب فؤاد الشاب بمؤسسته وبالصدقه وبالسياسة اليوم جرب كذلك أمريكا للجيش اليوم حكما حما مؤسسته كان حكما مثل الأب يعني مثل يعني مثل يعني مثل ما بيقوله مقاتل ليكونوا عسكريته بالحد الأقصى اللي ممكن تأمله طبيبته وسكنه معنوياته وكرامته وتماسكه الوطني كذلك الأمر حي الأماني مرأنا بعواصف وقدر الطعب بهدوء للأماني بالمقابل خلني أرجع حبيت بس ذكر بالتاريخ لحنا حكما مرأنا بشي مشابه لحاليا سنة 58 جي للمبيعة في 58 يسأل أباء أو يرجعون للمراجع المعينة لا يشوف فعلا نحنا بيزور في كتير مشابهة إذن متما حلب 58 بنفس الطريقة أنا برأي واللي كانوا قائمين ب58 الأقليمين والدوليين ما كانوا كمان كذلك الأمر أغبية كانوا بيعرفوا كيف الأمور شافوا المخرج للبنان بهالطريقة هاي واليوم حكما أنا برأي عم تتكرر أنه مخرج لبنان بهالطريقة هاي الحالة بينهم ألا شو بدي أعطي حزب الله أنا برأي وحيط عيني يكوني أكيدين بس يجي الأوامر الإيرانية ينفس دون أن يعترض نهائيا والإيراني بيعرفت أنه مصالح إيران إيران عم بتقاتل بآخر عنصر بحزب الله عم بتقاتل بآخر عنصر بالحوسيين عم بتقاتل بآخر عنصر عند الحجد الشعبي أنت قاتل إذا بدك بهال هن المتطوعين إذا بدك ما بدي سمي يعني هين أنه هو عميل بس هو حقما إذا بدك حط حاله بخدمة المشروع الإيراني والإيراني ينظر إذا بي فوقية لكل الشي على العرب مبدئيا مشاناك وقت بدي بيعوا لمصالح النظام الإيراني بتروح إذا بدك بدون ما يكون عنده تمام نهائيا هذا البلد التعددي خلن كن واقعين مشاناك أنا برأي اللي أقام مشروع أنه بنهاي أنه فريق معين مكون من أصل أربع مقونات أساسية لأنه مسلح بده ياخد ثلاثة المقونات أنا برأي كان غبي هذا المشروع لأخر شي ما ممكن ياخد ثلاثة إذا بك مقونات لو بدنا نواجه مئة سنة لقدام لن أخضع أنا كسني للمشروع الإيراني ولا المسيحي بيقبل مشروع إيراني ولا الدرزي بيقبل مشروع إيراني ولا الشيع العربي بيقبل مشروع الإيراني مشانك أنا برأي على حزب الله أنه يعي أنه بالنهاية لو بدك مئة سنة حبيبي أنا في مناطق إذا بدك أنا إذا بدك يعني الأغلبية فيها وأنا بقرر فيها مثل ما في مناطق أغلبية مسيحية بيقرر إخواننا المسيحيين مثل ما في أغلبية درزية بيقرر دروز جرب بسبعة أيار للأمان أكل كف بالشويفات من الدروز أكل كف من السنة بشمال لبنان بعض المحلات أكيد كنت ضعيف وأخذها مبدئيا إذن خليه يرجع عيد حساباته حبيبي قررشي لا فيك يعني ما فيك تستحضر إذا بدك الدولة يعني دولة الحشاشين الحياة اللي كانت من حوالي مئة سنين مبدئيا أوكي انت خد جزء الأول من دولة الحشاشين اللي هني قتلوا أخصامهم بشكل كيف الجزء التاني كيف صحكوا إذا بدك رجالات دولة الحشاشين لأمان بشروعك ما بيركب عطول بيركب لي مرحلة معينة ما بيركب عطول الحياة هلا لأرجع لسؤالك تماما انه شو بده بده حكما انه تأتي الأوامر الإيرانية وأنا متما تفضل جوني حكما تفضل إليجي حكما بالتلتين أول شي لأسباب حتى ما يكون فيه جدل دستوري انه هو موظف إذا بدك قائد جيش بده سنتين حتى ينتخب ولا لا ما ده نكون سكرنا هالسقرة القانونية بالمقابل كذلك الأمر بيكون فيه نوع من على الأقل أغلبية إذا بدك مش مطلقة أغلبية وازنة لرئيس الجمهورية حتى ما ما نعلق بين انه هو بسلاحه بعرقل وأنا إذا بدك باعتراضي انه كذلك الأمر بعرقل مبدئيا وفين إليك أنا معلوماتي إذا بدك المشروع الأقليمي الدولي حكما حيجيبه إذا بدك ب86 صوت إذا أراد ونحن متمنى يجيب 86 صوت لأنه فعلا إذا بدك بيكون تقريبا صار فيه شبه إجمع على رئيس الجمهورية اللي نفتح له الطريق وبرجع بقول أنا بشكل حكومة حكما بعدين إذا بدك بتشبه المرحل السياق القادم للمنطقة وشانيك أنا بقول لن يأتي رئيس الجمهورية على صورة السياق الحالي لأنه هذا جزء من الماضي نحن بنهاية مرحلة معينة بدنا حكما رئيس الجمهورية على صورة المرحلة القادمة بكمان حكومة عصية سياق المرحلة القادمة وبرجع بقول هون حتى على شاشتك أنا مبدئيا أني أدعو حكما لانتخابات نيابية مبكرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وشتشكيل الحكومة لأكون مجلس نواب حكما على سياق المرحلة القادمة إذا ألراد إن شاء الله وأكد لك تماما سيجي ب86 صوت وما فوق إن شاء الله دعوة شجاعة على انتخابات نيابية مبكرة عادة النواب بيتمسكوا يعني بالمكاسب اللي حققوا ولكن دعوة شجاعة من ساعة نياب بس بدي أسألك سؤال قبل ما أرجع أن تقل عند أستاذ جوني أستاذ ريفي يعني نحن نتحدث وكأنه لأمريكا هم وهو مصلحة لبنان علما أن نحن بنعرف أنه الهم الأساسي لأمريكا في المنطقة هو أولا أمن إسرائيل ومصلحتها تانيا وجودها بالمنطقة ماذا لو كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب الله أو مع إيران يقضي يعني بتهدئة الأجواء في المنطقة على كل المستويات ومقابل تسليمهم الرئاسي بلبنان أو أساسي بلبنان يعني هذا المثال حصل بالسابق عندما تم تسليم لبنان إلى سوريا لما بنرجع نشوف هذا السيناريو ما هي التطمينات اللي فيكن تعطونا إيها بهالإطار خلي لي قل الكراطي أول شي قلتي دعوه شجاع الدعوة لانتخابات نيابي مبكرة يا النائب جاية لمصالحه يتمسك بالكرسي يا النائب جاية لمهمة وطنية ساعته إذا كان المقتضى الوطني يقتضي المصحة الوطنية تقتضي أنه يبعد ويعمل انتخابات للشعب ينتخب إذا ما تليهو صاحب الشرعي الأساسي ينتخب فريق جديد يتماشى مع رئيس جمهورية جديد ومع الحكمة جديدة والسياق جديد تماما أنا برأيي حكما أنا بتصور حقيقة هون إذا بك يغرب المصلحة الوطنية مش أنه فلان مسك بإجر الكرسي ما بيسترجع يتخلى عنا نهائيا بالمقابل حكما اليوم المرحلة القادمة الأمريكان حكما مش يعني ما نمتواهمين أنه الأمريكان بيعملوا كرمال عيون لحنا الحقيقة كرمال مشروعون أكيد مشانيك إلا مصلحة بالسياق المرحلة لأنه بالسياق السابق تفعنا تمن غالي جدا بالعراق وبسوريا وباليمن وبلبنين اليوم سياق المرحلة القادمة المشروع الآخر مبدئيا هل إذا بدك المشاهدين يعني بيتوقفون ليش أقروا العرب بسنة 2002 يعني من 22 سنة حكما التفاقية العربي أو إذا بدك القرار العربي أو المشروع حل الدولتين هذا ما أجه من العدم للأمان إذا بدك الدول تشتغل على البعض عشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة مبدئيا وما كنا نسمع إلا بس العرب فرضوا حشلوا بحل الدولتين اليوم بتشوفي الأمريكاني بيقول بحل الدولتين اليوم الأوروبي بيقول بحل الدولتين الفلسطيني بيقول بحل الدولتين مشان هيك أنا برأي المشريع الكبرى منا متوهمين أنه بتنعمل كرمية المصالحنا فقط راحنا دولة صغيرة بهالمعنى هذا برجع بيقولك السياق الأقليمي الدولي أنا برأي كان بمرحة معين ضد مصالحي اليوم جاي إذا بدك لمصلحة إقامة الدولة اللبنانية بتشبه السياق القادم بهالمعنى هذا مشان هيك مش عم بتوهم أنه بالنهي أنه ولا وقت اللي بد كلف السوريين أن يقتلع منظمة التحرير الفلسطينية كان مشروع دولي هذا مش مشروع سوري مبدئين كل في السوري فيه وقت اللي كان حكما مطلوب فوضى خلاقة كل في الإيراني هذا مشروع دولي مش مشروع إيراني نهائيا مشان هيك هل أدوات كلهم سوى مبدئيا اخر شي برجع بيقولك أنا سياق القادم للمرحلة سياق حكما الغربي حكما خلينا نكون واقعيين هناك إدارة عليا للكرة الأرضية كلها سوى حكما فيه مشروعين متنافسين بس ما فيه تكافؤ بالكوة بالتوازن بينيطهم مبدئيا فيه دول عميقة بتعمل مشروع إذا بدك بالدول هاي الكبرى الدولة العميقة بتعمل مشروع استراتيجي 40-50 سنة اليوم وقر حكما بال2002 مشروع حكما حل الدولتين أنا برأيه بضمن السياق عم يتحضر لهذا بلش ينضج بها المعنى هذا الحقيقة برجع بأكل لكل اللبنانيين منا متوهمين أنه والله المشروع كرمال عيوننا بس إحنا إلا مصطحة فيه بها المعنى هذا نعم شكرا أستاذ أشرفي فيه نحن رح نتوقف مشاهديننا مع بريك أصير من بعد رح ندخل للملفة التانية بحلقتنا ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة مع نعب أشرفي فيه والصحفي والمحلل السياسي جوني منيار نعود لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم استجاني كنت سألت ساعة نيب الشفيفة عن لماذا لا تكون الرئاسة تمن الاستقرار في المنطقة وتمن هدوء حزب الله وعدم إزعاج إسرائيل بالتقاصم الدول بس نحكي بس مثل هلأ يالطة يلي عم تصير يالطة جديدة يلي عم يعملوها بالمنطقة بتشوفي شو الأتمان يعني المكاسب يلي بتخدها كل دولة يعني عم تقولي هون إنه بياخدوا مثل النظرية يلي شاعد بالأول قال لبنان مقبيل اليمن يلي كان عم بيحكي ما عارف عن شو عم يحكي هلأ بالتقاصم يلي بتشوفيه بتشوفي إنه مثلا الأمريكان عطيوا الإيرانيين استقرارهم جوه كيف يعني استقرارهم يعني بطلوا بدوا يحرك شوفيهم يعني المجموعات الكردية الإيرانية اللي كانت معارضة للنظام للدولي الإيرانية وياللي كانت من هناك تتحرّوا كانت موجودة عند الحدود العراقية الإيرانية سحبوه شهر الماضي هلأ سعم يسحبوا بسبرات الأكراد الإيرانيين المعارضين الموجودين بالعراق بتطلع عن بعيدو وتقولي فإذن واضح أنه هون فيه تمن صاير لأنه هذي لا يعملون ما بيعملون بباليش وهو دي أتمان غالي جدا لأنه أتمان تطال الواقع الأمنة بتقري فيه ونبتقولي فإذن فيه حرص على الاستقرار أو فيه حدا فيه استقرار داخلي لإيران وهي دمقابله فيه شيء أكيد وكمان بالموضوع العراقي وأعطاء إيران نفوذ أكتر فيه بالمقابل أعطاء العراقي أعطاء تركية يلي عم تاخد كمان بشمال العراقي اللي بدي أقوله حتى ما فوت بالتفاصيل كله بالواقع اللبناني أنت كان عندك مسألة مهمة جدا إلا علاقة بالتميس الإيراني الإسرائيلي عبر الحدود اللبنانية هيدا اللي ما عم توري تروحي على 1701 الاتفاقات اللي عم نعملها يعني عم تعملي فصل عم تفكي الاشتباك اللي كان موجود بين إيران وبين حزب الله بالمعنى الإقليمي وبالتالي رحتي على محل آخر زيدي علي نقطة كتير مهمة الساحل اللبناني ويلي بيدخل من ضمن ترتيب الأمريكي للمنطقة بإطار صراعه مع روسيا روسيا بطرطوس روسيا بليبيا المشاكل يلي موجودة يلي بتطالج للساحل الأوروبي ويلي كله فاتين ببعض أهمية الساحل اللبناني حتى ما نكبر الشرح كتير أنه هذا الساحل اللبناني يدخل في هذا الإطار وبالتالي هل هناك مصلحة للأمريكيين لحتى يفوتوا أنه يعطوا الإيران نفوذ على الساحل اللبناني يكون موازن للنفوذ أو للنفوذ الروسي على الساحل السوري بتقولي لا هذا مش منطق طريق التعاطيون مع الواقع اللبناني وطريق التعاطيون مع يعني أنت يهل لقدام محل دولة لبنانية ما فيه تك فيها تهر ما خلوا تهر عم بيضلوا يعطوهم قويات وهيك لحتى ما تهر بما معنى أنه هنه ما بدون يروحوا ينتقلوا على محل آخر أو يقايدوا فيها فيه إشارات كتيرة ومهمة على أنه لن تكون هناك مقايضة على الموضوع الرئاسي اللبناني الورقة الفرنسية بتحكي عن ابتعاد حزب الله عشرة كيلومترات عن ماذا صحيح رح يصير المعارضة بلبنان بدأ استعادة الدولة اللجنة الخماسية بتقول حطو وتشاورو إلى أخي ما شفت حدا عم بيحكي شو بدونياته لحزب الله مش طبعا بيأعطاء حزب الله شيء مش ممكن يستير في أي حل بلا ما يكون في مكاسب لكل الأطراف مظبوط مش رح يكتسب حزب الله من عادة ترتيب المنطقة كل الحلول عم تحكي عن خسارة حزب الله وهيدا الشي غير واقعي المستوى الإقليمي تلك في تفاهم مع إيران وهيدا اللي بالجنوب هو يعني وزنه إقليمي أكثر هل أن يحقق حزب الله أي شيء بالداخل؟ وصل لك وصل لك بالداخل عندك مسألة تانية كمان بالداخل أما بعرف شو الترتيبات العامة اللي بيعملوها بس في شي كمان لقدام عندك مثلا إعادة أعمار الجنوب ما برأيك هيدا ورقة يعني عم تحكي فيها فوق المليار دولار ما برأيك هيدا كيف ممكن أنه تصير لقدام ثلاثة مين قال أنه بدي يكون في شي ضده لحزب الله مين قال هيدا الكلام يلي كان كمان عم يحكي ما ممكن يركب رئيس جمهورية بيوجه لحزب الله وما ممكن تركب سلطة في لبنان بيوجه لحزب الله بس بالوقت ذاته كمان لن تكون هناك سلطة مختصرة عند حزب الله وحتى أيضا النفوذ حزب الله في السلطة أو نفوذ في كيفية الأخذ برأيه يعني موجود ورح يكون موجود وهذا له علاقة بالترتيب لقدام بس هودة أكتر من هيك يعني تعطي كامل الدولة وفق نظرية النظرية اللي كانت يبعض عم بجربي يسويها أنا برأيي مش مبيني وعلى كل حال الموقفين الأمريكي والسعودي وما تبعوا الفرنسي اللي غير بالموضوع الرئاسي بيعززوها النظرية إنه ما في باعة بهذا الإطار هل بيقدر يكون المكسب اللي رح يحققه حزب الله هو إنه يربح فترة لا يتطرق فيها أحد لا بالداخل ولا بالخارج إلى سليحه هل هيدا تمن يرضي الحزب بعدها من الحديث لأنه ما في حديث مباشر من حدا على هذا الموضوع إذا عم تحكي أنت سليحك كل إنه كي تطاع تطلع ويطلب المستطاع ما فيه استحالة بهذا الموضوع تطبيقه لكن فيه لإمكانية تروحي على إعادة تنظيم هذا الوضع أولا في المنطقة الجنوبية اللي كنا عم نحكي عنا هل هيك يجب أن يكون رئي جمهورية على علاقة جيدة بحزب الله مشان يقدر يأخذ ويعطيه هذا اللي عطي أكتر مثلا نوان إضافة بموضوع قائد الجيش وزيف عون بموضوع الرئاسي إنه يمكن قائد الجيش الوحيد اللي تصرف عسكريا في مناطق تعتبر من مناطق نفوذ لحزب الله وطبيعة الحال حزب الله ما كان معطرد وما كان عارض لأنه يعرف مكان نأزان إنه بممكن يكون في شي مؤامرات المزدوجين عليه وهيدي نقطة حساسية كتير مهمة وأيضا اليوم الاختبار الكبير اللي صار عنده بالجنوب اللي بيعطيه كمان نقطة إضافية ما بيكون نأزان منه في حزب الله بغض النظر عنه حزب الله لغاية هلأ بيقول إنه أنا مرشحي كان وبعده وصيبق السلمية فرجية مسألة تانية سأعني بيحكي بموضوع النقزة أو عدم النقزة أو إمكانية العمل لقدم على كل حال أنا بعتقد أنه حتى حزب الله خصوصاً حزب الله أكتر من مرة ناشد أنه أخي أنا عندي مشاكل أمنية بمنطقتي وأنا ما في أعمل بمناطق حيث النفوذ وبدأ ترتيب لألة وهون هذه بتصير مأزية لموضوع السلاح طبعه باختصار موضوع السلاح مثل ما هو يعني الدور العسكري الفائع لحزب الله اللي بيكون أنا برأي بالمرحلة اللي جاية انطلاقاً من موضوع ترتيب كامل الساحات في المنطقة بالتفاهم مع إيران ومع حزب الله قد لا يكون بالشكل يلي كان بالسابق بس لك إن كمان لا تفترضي أنه يوم من الأيام أنه بكتيري وحزب الله تعريب جمالي سليح حتى كون أنا بخذت هذي يعني هذي غير وقائية أبداً أستاذ أشرف ساعتني برجعت عم تسمعنا نعم نعم يعني كما يقول أستاذ جوني منيار يعني لا يبدو أنه في حديث بالمباشرة عن صحب سلاح حزب الله رغم كل التقلبات في هذا في المنطقة في حديث عن بل كيضبوا أكتر ابتعادوا عن الشريط الحدودي هل هالشي بيرديكن بالمرحلة المقبلة لأنه لطالة بعد رشدته بتسنيم حزب الله صلاحه واعتبرته شرط أساسي لقيام واستعادة الدولة هل بتعتبروا أنه يمكن استعادة الدولة وقيامها بالخريطة الجديدة للمنطقة التي ترسم من دون أن يسلم حزب الله كل أسلحته لا شك هدفنا استراتيجية هو استعادة الدولة أكيد هذه دولة مخطوفة بإصلاح حزب الله نحن اليوم اللبنانيين رهائم بها المرحلة هاي اليوم اللي يحدد حكم من المصير مش الوضع الداخلي فقط لغير نعم نحن نحن سياك أقليمي الدولي يعني أكبر مننا بكتير تماما الحياة هذا السياق الأقليمي الدولي بس يتفع على خطوط عريض يعني بس إيران بفوت مع الأمريكان بديل كبير مبدئيا سلاح حزب الله صار تفصيل وسلاح الحسين صار تفصيل وسلاح كذلك لأمر الحجد الشعبي صار تفصيل هلا كيف بيترجم إذا بدك باليوم ممكن تغيري قيادة حزب الله وتقول له خي ما بقى في دور لألك مبدئيا وأنا بتصور حقما هاي تفصيل للأمانة وبقلك تماما برجع بقول استعادة الدولة بمفهومنا ومفهوم إذا بدك كل المقونات اللبنانية اللي ما قل علاقة بمشروع حزب الله أنه ما بتركب دولة بسلاحين الحقيقة ما في دولة بسلاحين أنه شو لحنا عم نخترع أنه نزاك أنه لحنا نركب نموذج العالم كله سوى فشل فيه وما شافه مبدئيا اليوم أنا بتصور حقما اللي إحنا إسعادة الدولة ضمن إذا بدك ما في سلاح فيه أراض 15 ساعة وخمسين واضح في إذا بدك حتى اتفاق الطايف فيه واطع فيه اتفاق الطايف فيه ثلاث بنود أساسيين حق أول شي بنده وما طبقوا للسوري وللإيراني هو حصريت سلاح بيد الدولة اللبنانية ما فيه مجال سلاح آخر مع الدولة اللبنانية وهيك مفهوم ناكذيك الأمر للدولة تاني بعدين فيه إضافة للمركزية الإدارية الموسعة لتغني عن المطالبة بالفيدرالية هاي فيدرالية تنموية فيدرالية إزباك إدارية وكذيك الأمر حيات كلنا عمنا نقول أنه علت العلال هو الطايفية عندنا مبدئيا اتفاق الطايف لحظ لي الخروج من مجلس نواب طايفي مع عطاء ضمانات للطواف كلها سواء من خلال مجلس الشيوخ مبدئيا عطاء ضمانات للمكونات لمجتمع التعدد كذلك الأمر الحقيقة مشاناك أنا بتصور فيني يقولك أنه بنهي حكما لا يستقيم سلاح حسب الله مع الدولة اللي احنا ننشدها واللي احنا ولاد دولة ونعرف تماما آخر شي أنا بعرف كل الزباط حتى الزباط الشيعة أنه كيف بدوا يشاركني هذا المسلح إذا بدك المشروع الإيراني بالسيادة على الأرض يعني معه سلاح أحيانا بمحلات أقوى مني بها المعنى هذا الحقيقة خذي مثلا أحكام المحكام العسكرية آخر شي قتل الله يرحم الشهيد سامر حنة وكلنا من عرف كيف قتل مبدئيا ويمالف فول الأماني ما قدرنا حسبنا حزب الله لأنه هو دولة أقوى من الدولة تماما بس كون الدولة أقوى من الدولة يعني معنا هذا السلاح أقوى من السلاح الدولة اللبنانية نحن بقوله سلاح الدولة اللبنانية هو سلاح الوحيد التي يكون على الأرض وما في السلاح آخر إذا بدك يشاركه أو يكون أقوى منه نهائية الحقيقة هلأ بالشكل ييد أنا برأي متما تفضل أستاذ دوني أنه بالنهاية حكمة هذا باتفاق أقليمي دولي ما بدأني بينتهي وأنا برأي ما تعزبي حالك بينتهي بأسرع ما ما يمكن وأسرع ما نتوهم كلبناني أنه هذا كأنه سرطان ما فينا نطلع منه ما بدأي مين من أحوال نحن جيل عشنا في 2005 كنا نحلم هل يترى السوري اللي كان عم يقول بدي إعادة التموضع بحمانة هل بيطبقها ولا لا مبدئيا كنا نشوف أحلى حلم لا لا مبدئيا آخر شيء في 24 ساعة مش خرج لحمانة خرج من كل أراضي اللبنانية باللعبة الدولية الإقليمية أنا برأي ما حدا بيشوف التفاصيل نهائيا هيك كرر هيك ينفذ مبدئيا وإيران بتبيع كل العالم وحيط عينك يعني في حال صار في حل الوضع الداخلي والإقليمي وتم انتخاب رئيس للجمهورية هل رح نشوف المعارضة ما بتجيب سيرة سلاح حزب بالمرحلة المقبلة بس لأنه رجعنا رتبنا الوضع الداخلي وبناء لاتفاقيات الإقليم حصل انتخاب رئيس ولا رح تضل تحاربوا بهذا الموضوع حتى لو تم انتخاب رئيس الجمهورية يرضيكم وحتى لو تم ترتيب الوضع الأقليمي والداخلي للبنان يعني هيدا الملف ساعة النائب فيه نواب بنيو نيابتهم عليه هو محاربة يعني معارضة سلاح حزب الله هل رح تتغادوا أو تغدوا النظر عن هذا الملف حتى لو تم انتخاب رئيس للجمهورية حسب الشخص إذا كان مبدئي بدل بيحكي بسلاح حزب الله إلى أن يخرج سلاح حزب الله أو ينضب مرحليا بساوضعات اشراف الجيش اللبناني إلى أن يخرج مبدئيا وشانا في ناس مصلحيين بيسير مبدئيا المبدئيين هنبقى حكما لأنه ما بيركب يعني أنا أبن دولة برجع بقالك حيا أنا أبن مدرسة وطنية ما بيركب معي أنه في سلاح آخر يشاركني إذا بدك كدولة بيسلاح على أرض اللبنانية نهائيا طالما في هذا سلاح موجود مع حزب الله أو مع غير حزب الله حكما سننشد نظل نطالب أنه بيخراجه لأنه ما بدأ إذا بيك دولة عرجاء أو نص دولة ما بدأ يبتعملي دولة وما بدأ ما في حل وسط الحقيقة بإقامة الدولة نهائيا شاناك أنا بري نعم سنبقى لحنا نطالب إلى أن يخرج هذا السلاح من الساحة اللبنانية بأي طريقة الله أعلم ما عندي مشكلة بأي طريقة بس مهم أنه يخرج ولا يستخدم بالساحة الداخلية ويخرج من لبنان لنقيم الدولة الحقيقة ما يكون شريك للجيش اللبناني أو لقوى الأمن الداخلي يعني من واحد من التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية تواجهنا كلنا بالوطن يعني هو الوجود غير الشرعي للسوريين في لبنان جلسة مجلس النواب اللي شفناكم شاركتوا فيها لمناقشة هبة المليار يورو يعني للصراحة أنا وغيري ما فهمنا شو طلع بالبيان اللي حضرتكن لمجلس النواب أقروا بالتوصيات خلينا نقول معالجته بشكل جدي وتشكيل لجنة وفرض على الحكومة على أنه تهدم بهيدا الموضوع كلها شعارات تنحكى يعني بمقابلات وبمؤتمرات ولكن لشي حسي إذا فينا نقول بهيدا الإطار مش رح يصير رح نقبل المليار يورو مقابل بقاء السوريين ولا لا ما عطيتونا جواب إذا أنتم عبليلين أم لا خلينا نقول لك أنا سبق وقلت بالإعلام مبدئيا فيما خاص خروج السوريين حكما هاي كان جلسة لزوم ما لا يلزم لم تؤدي شيئا بخروج السوريين تمام أدت وظيفتين فقط غير هاي الجلسة هاي بكل أسف أدت لمت الهمروج اللي صارت على المليار دولار اللي طلعت الهمروج وبلشت تكبر مبدئيا لمت هذه الحكومة وبالمقابلة نعم خدمت الحكومة خدمت الرئيس مئاتي بهذه الدولة العميقة خدمت الحكومة الدولة العميقة خدمت الحكومة ليست نقوم الحكومة حالي مع أنه رئيس الحكومة حقما ما ندره بس هذه الدولة العميقة الهدف الثاني إذا بدaito غير لم الهمروج مبدئيا أن تطلع بكل أسف على منبر مجلس النواب. بعض النواب. وبكل أسف بعضهم سنة مبدئية. ليقول للمجتمع الدولي. بلسان حكما كل جماعة حزب الله. ليقول للمجتمع الدولي. رحوا يعني خاطبهم. إذا بكنوا تواصلوا مع النظام السوري. أو أنه رفعوا قانون كيسر عن نظام السوري تنحل قصة السوريين مبدئيا. هذا الهدف للأمانة. شاناك أنا بتصور. ما زلنا تحتنا. ما زلنا لهلا. تحت قبضة إذا بدك الدولة العميقة. اللي هو حزب الله. وحلافها حزب الله. هاي خدمت إذا بدك حكما. حاولوا يخدموا نظام السوري. وكأنه إذا بدك. يعني المجتمع الغربي. سواء الأوروبي أو الأمريكاني. نقطر كلامنا كلبنانيين. نروح صالحوا نظام السوري. وشلولوا قانون كيسر حي. حبيبي. هذا القانون كيسر أكبر من اللبنانيين. مشاناك أنا برأي. أي مرشح لحزب الله. لن يعطي السوري إذا بدك. هاي الورقة. حتى لو رشح محسوب على هذا المحور مبدئيا. هاي السوري بدون يشيل بس فقط. إذا بدك. قانون كيسر عن رائبته مبدئيا. آخر شي. هون خلي ذكر اللبنانيين. النظام السوري طرح خلال الأحداث بسوريا مبدئيا. طرح خطير جدا. ما يسمي بسوريا المفيدة. بمعنى آخر مستعد يستغني عن جزء من أرضه. ويستغني عن جزء من شعبه. ليغير المعادلة إذا بدك. الحياة الديمغرافية بسوريا مبدئيا. أنا بصور هذا حكما طرح منه وطني سوري. أكيد نهائيا. يتحملوا أكيد بنظام السوري. عندما بالنهاية برجع بقلك تماما. عودة إذا بدك. نازحين السوريين إلى سوريا مبدئيا. ما بده مش لبناني بيرتبوه مبدئيا. وليحنا شفنا تماما. بقلا بتشوفي بتنفس أكتر وأكتر الأمور. بس لازم نرتد بيتنا الداخلي لكل دول العالم مبدئية. بس يكون الغير مواطني فيها أكتر من 7% بتضوي الأحمر. وما بتحمل مبدئيا. اليوم بكل أسف صرنا 35 أو مفاق 35. بده يترتب هذا الوضع. هذا مبدئي. بس بيترتب أخويا. بيترتب مش بعنصري. ويؤمن إذا بدك العودة الآمنة والكريمة للسوريين بهالمعنى هذا. هذا قدت فقط إذا بدك لنزوح سوري من داخل لبنان إلى داخل لبنان. من مناطق ما عندهم كتير أمان فيها. لمناطق عندهم أمان أكتر فيها مبدئيا. إلى أنت حين العودة تماما بهالمعنى. برجع لك جلستنا. لم تخدم مشروع عودة سوريين إلى سوريا. خدمت فقط لمت الهمروجة. وخدمت حاولت تخدم النظام السوري. بس دون جدول. لأنه هي أكبر من أصوات اللبنانيين. لتطوعوا ليخدموا النظام السوري. وإسف أن أقول لك. أنا أعرف تماما. اختيروا أصد ليكونوا نواب سنة ليحكوا لصالح النظام السوري. حتى لا تطلع من الشيعي أو تطلع من المسيحي أو أي شيء. بها المعنى هذا الحياة. نعم. خلينا أسألك سؤال سعد النائب. هل دعوة الأمينة العامة لحزب الله سيد حسن نصر الله لفتح البحر أمام السوريين تحرج كل من دعا إلى عودة السوريين إلى بلدهم. بالأخير أنتوا بتكوني هون يظهروا من لبنان. هذا منطق قرصاني لك. بكل أسف الحقيقة. هذا منطق قرصاني. ليس منطق دولي الحقيقة. حتى لو كنا بيزور في منا الطبيعي. ما فينا تتكلم إلا دولي. اليوم خرب حزب الله كل علاقاتنا العربية بمنطقه تماما بين الإرهاب وبين الكابتاجون. واليوم بحقيقة هذا المنطق حقيقة. عم بيخرب إذا ما تبقى لأنه من علاقات مع أروفا كلها سواء مبدئين. بهذا الملف الأوروبيين. بهذا الملف بالتحديد. الأوروبيين ما عم بيتطلعوا ببصلحة اللبنانيين. حتى المجتمع الدولي ككل. فارجين علينا أنه نبقي السوريين عنه. لما بيدعي سيد حسن نصر الله إلا ذهابوا إلى أوروبا. من لهم؟ أول شيء ما بتترجم مبدئين. كان باخرة بده حتى يبعت لأوروبا مبدئيا. فترضي أنه والله هالم مليون ونص مبدئيا. بده أكثر مقاصطية للعالم كله سواء. يعني ما بتتطبع عمليا وهي تسيقل علاقة لبنان مع أوروبا تماما. من لهم الأوروبي إذا كان عم يشوف مصلحة أوروبا. كل واحد إذا بك الألماني بشوف مصلحة ألمانيا وفرنسا بتشوف مصلحة فرنسا. وبكل أسف لحنا ما مشوف مصلحتنا لأنه إحنا منا أحرار بقرارنا مبدئيا. من لهم إذا بك أي حتى أبرص حق الطبيعي تحمي حالة من كل الظوائر. لحنا بكل أسف صارت أحداث سوريا بسنة 2011 2012 إجت أول موجة مبدئيا. معرفنا كحكومة كشعب لبناني. إذا بك كيف نتصرف مع الظاهرة هاي. الأردن عاشت مثلها ومسكت الظاهرة ورتبها. التركية عاشت مثلها رتبت الظاهرة مبدئيا. وأخذت أموال هائلة نسبة للأموال للفتاة اللي عم تجيينها مبدئيا. لأنه بكل أسف ما عنا دولة يعني قرارها سيد وقرارها حر مبدئيا. حقا الدول تعمل إذا مااش قادرت عيدية ما في أمان بسوريا تعملي لها مخيمات على الأرض المحازية للحدود السورية اللبنانية تعمليها بالإبقاع وبالشمال وبكل مناطق المحازية. كانت تترتب لو كان عنا قرار حر وسيد مبدئيا. بلشوا يقولوا. ولا ما بدنا مخيمات على الحدود. صرت مخيمات بقلب البيوت بكل الكرة وكل البيوت مبدئيا. لأنه ما في قرار. لو عنا قرار دولة حقما اليوم. اليوم لكي منحي الأردن للأمانة. دولة سيدة على الأرضية عندها قرار. اليوم حاول الإيراني حاليا عم يرجع يحاول أن يخترق حقما الأمن الأردني. اليوم وقفوا بوشوا وحيا كل الأردنية لقلوه حبيبي هاي حدودك وطلع ما بيتفوت على أرضي نهيا. نظم إذا بدك الحدود. نظم إذا بدك ظهرت النازحين السوريين مؤقتا إلى أن يعودوا إلى أراضيهم. برجع بلك. ليش بدنا نتحرر حكما من قفضة البشروع الإيراني. ليكون لدينا قرار سيده قرار حر. حكما كنا من نظمة. ما بتكون هالأد متفشية الظاهرة تماما. بعدين أنا برجع بقول لي. ما حدا يتمنى إلا ما يكون يعيش. ولو بخيمة ببلده مبدئيا. ولو حزب الله وجماعة سوريا حكما جديين بقصة معالجة موضوع النازحين السوريين كان الأولى إذا بدك تعمل تجربة الأولى حزب الله أن يخرج من القصير اللي حول لعاصمة الكابتاجون بالعالم وأن يخرج من القلمون السوري في سكان حوالي 200 ألف نازح سوري. إذا خرج حزب الله بعد كيلومترات معدودة جدا عن بيوتهم وعن أراضيهم وبيعضوا بخيم بأراضيهم تماما. إذا انت فعلا كنت جدي شرق فضل أعمال. أول خطوة هي 200 ألف سوري بتخليهم يطلعون مبدئيا. ثم بعدين يليها خطوات تالية. أنا برأيه. إذا بدك كله يخدم المشروع الإيراني ويخدم النظام السوري. وهذه الجلسة كانت بكل أسف حقيقة. داخليا لملمة الهمروجة تبع المليار الصقب اللي صار على المليار وخدمت إذا بدك حاولوا يخدموا المشروع السوري فقط لغير مش هموا النازحين السوريين للأمانة. استرجوني يعني لا شك أنه جوهر ملف النزوح السوري هو قانون قيصر. لا عودة للسوريين أو هذا ما يطالب به أصدقاء سوريا بلبنان. لا عودة للسوريين إلى سوريا. إلا بإذا بيرفعوا عقوبات قيصر عن سوريا. هذا ما تحدث عنه أمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ما تحدث عنه لواء عباس إبراهيم بواشنطن بزيارته الأخيرة من كم يوم. كمان من هونيك قال رفعوا قانون قيصر ويرجعوا السوريين. بالأخير عم ندفع نحنا تمن قانون قيصر. العقوبات عم نتحملها نحنا بطريقة غير مباشرة. ما هو الحل لهذا الملف؟ لا هي المليار دولار ولهو فتح البحر ولهو وفتح الحدود. كيف أن نصل لترجمة يعني مقبولة للجميع تالب ناني خف عنه هالعبء السقيل. أول شيء غريب دو تستعيد التوازنية الداخلية بالصحات مختلف الصحات الموجودة. تحديدا اليوم في عندك غياب أو نوع من الفراغ على مستوى الصحة السنية. طبعا مع وجود أكيد شخصيات كثيرة. لكن الفراغ الذي خلفه غياب الرئيس سعد الحريري ما جارى ملء بعد لحد هلأ ومشان هيك. شهدنا آخر مرات. نحنا منعرف إنه جزء من الموضوع النزوح السوري يجري استغلاله مذهبيا. شهدنا نحنا مرات فترة الأخيرة ويلي بتأشر لمؤشرات كبيرة ما بعد حرب غزة المجموعة الجماعة الإسلامية تظاهر اللي صارت بطرابلوس بعكار وأيضا تحرك حزب البعث على الساحة السنية في البقاء الغربي. وهذه مؤشرات لها علامات استفهام كتير. اللي فهمتوا أنا إنه مثلا الرئيس سعد الحريري اللي طبعا خضع على عملية جراحية عم بفكر يرجع بلبنان بس هذه الرجعة يقعد فيها كم يوم تشبه وصوله لما وقت 14 شباط يعني رجعة من دون زبط سياسي أو تقدر تعمل إنتاج سياسي لأنه الفيتو السعودي ما يزال موجود رغم إنه الأمين العام طبع طيار المستقبل أحمد الحريري عم يحرك بس لكن هذه الحركة لا تنتج ما فيك تقرشية على المستوى الداخلي فهمت كمان إنه بهاء الحريري عم بحضر لرجعة بس رجعة توسياسية هون على ما يبدو صاير في كلام أو في أمبريلا بريطانية أنا ما بعرف يعني هيك سمعنا بعد عيده أضحى حيكون يعمل جولة على أسبوعين في بيروت في مناطق عديدة في بيروت في لبنان يقعد بكل منطقة يومين من أجل أن يطلق يطلق حزب المسار اللي عنده يسميه حزب المسار وعم بيحضر لأنه يكون عنده هذه الإقامة تكون طويلة سياسية طويلة مع ثلاثة بيوت ترابلوس صيدة وبيروت وعلى ما يبدو ببيت رئيسنا في الحريري أنا بغض النظر اللي عم جري بقوله هون كله نسوا هذا الفرح كيف تكفي كيف تنتج كيف توصل لأدام هناك قلق بالمرحلة اللي حتى على الساحة السنية أولا بالموضوع شفنا النزوح اللي راح اللي عم بيجمع وعم بيكون بمناطق بساحات سنية تنين وهو الأهم كيفية التعاطي مع الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية حماس كلهم إخوة أولاد عم بالمرحلة المقبلة بعد ما شفنا أنه في نوع من التزاوج أو التفاهم ما بين حزب الله من جهها وما بين حماس أو الجماعة الإسلامية في لبنان وأيضا على المستوى الأكبر في المنطقة ما بين إيران وما بين الأخوان المسلمين ونحن شفنا شفنا الكلام يلي طلع بموضوع الأردن واللغط يلي طلع حوالي وشفنا بيكورة هالأحداث يلي حصلت هونيك هيدا بيرجع بيردنا لهون للداخل للسؤال أولا حول كيفية ذهاب الساحة السنية في لبنان اثنين السؤال حول رئيس الحكومة المقبل وكيفية تعاطي السعودية مع السيحة اللبنانية بالمرحلة السابقة السعودية قالت أنا رح أتعاطها بالعنوان العريض أهمة مختلف عنهون الآن بعد ما بين أنه في دور سيلعبه الإخوان المسلمين أو الجامعات الإسلامية بمرحلة ما بعد غزة والسيحة اللبنانية يلي عم بتعاني بالإضافة إلى فراغ مثل ما قلتلك هل قبل شوي يلي عدت بناهون نعم كيف ستكون الحالي هناك أنا برأيي يجب إعادة أيضا الاستقرار السياسي أو الحضور السياسي أو التمثيل السياسي للطائف السنية لكي يعاد التوازن بشكل كامل على مستوى البلد لا تروحي لقدام وفيك ساعتها تعالجة أنت لو بالظرف الحالي وطلعت عندك نهر البارد كان عندي كارسة بالظرف السابق كان فيه من عطى الغطى والقرار السياسي ويلي أمن وليح تقدرتي يوم متى خلصتي من بركان نهر البارد اللي عم بحكي نحنا أنا معمور رايحين على نهر البارد لقدام لا سمح الله لا بس لكن رايحين على المطبط تستوجب أن يكون هناك حركة على المستوى أو ملء فراغ على المستوى السنة نحنا معوادين الحلول بتجي سلم وتكامل لبالك لما بيتم انتخاب رئيس بيطلع عذا رضا لا هلأ لش عم قولها النهار سلم معين لا استنى لان لش عم قولها الكلام لأنه لهلأ لا بدون يفسلوا موضوع الرئيس عن موضوع رئيس الحكومة لحتى ما ياخد بالبزار هون حتى ما يفوتوا بالبزارات الداخلية ومن شاناك عم قل لك بلش شوف بالحركات القدوم على لبنان إن كان سعد الحريري بس لو فترة أصيرة من دون نتيجة سياسية أو أخو بهاء الحريري يلي جاي بهدف سياسي لإطلاق حزب سياسي حسب ما فهمت من وزارة الدقلية أنه بلشوا يحضرونه لإطلاق هذا الحزب أو من شأن العمل في هذا الاتجاه أو حتى على مستوى المواقف الأخرى على الساحة السنية من أجل الحد من موضوع الجماعة الإسلامية مستقبلة نعم إذن أنا أستاذ جوني بشكرك لهذه الحلقة ساعة نائب أشفريفي شكرا لإلك نحن كنا منتمنى نستضيفك بالستوديو بس منتفهم تحييتنا لإلك وأترابس الأمنة يعني المحيط بك مش نهيك كنت معنا على الفيديو شكرا لهذه الحلقة مشاهدين حلقتنا انتهت لليوم أنا بوعدكم نلتقي بحلقات مقبلة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة